شكرا على الدعوة على الشيخنا الشمس الجزائري والأستاذ وانتي ثانية ما شاء الله شكرا على واتب ونبدأ بالحفير تعالى كما قال عمي وجدي وجاري أنا من لي بديت عندي وحولي 11 سنين من الحفير تعالى ما القبر أنا كنت صغير كنت كل حق للقبر كذلك بشوفه كيفاش يحفره يقلنا روحوا ثم او اشتد دريس غار ثم أخرجوا هكذا بلعقل 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 وين تعرف وبعد ولابا نشوفه كيفاش يروح مينخلينيش نروح وبعد بلعقل وينسرق كيفاش نسي كيفاش ندخل وينتعلم بالعقل بلعقل بلعقل نتعلم حتى نقول خطر اللولة اللي حفرت القبر حفرته ما شاء الله مع جاري وكاينة لا لأ الحباب مش يقولوا غير احنا ازوج لا لا القبر من ازوج و ازوج من الناس لازم يكونوا ثلاثة ربعة جماعة تتعاونوا اي جماعة بطبع كي نضيفوا القبر نقعدوا فيها ثلاثة سوايا ثلاثة سوايا ربعة سوايا حسبوا هنا يا خبمشتة سخانة اياتك صحة كيكون سخانة نتعذبوا بسكوا عليهم ما عندناش حاجة اللي تغطينا بشيكون نشتاء كيف كيف نشتاء العمق شحال قولنا متر ثمانية عندنا عمق عندنا حوالي واحدة المترة مترة وعشرة سنتين الطول عندنا مترة وثمانين مترة وتسعين حتى ترجو مترات طول ومن بعد تقصر في الشقة كين درجو مترات الشقة هوني مئة مترة مترة وتسعين وفي العرض عندها ثمانية واحدة لخمسين ستين سنتين